اشتركوا في القناة بالنسبة لمن يتبعون مع الدروس فلقد شرحت الاستعاذة عدة مرات اذا نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا مع انتباه لحرف الذال لا ننطقه كالدال والله نرقق حرف اللام اعوذ بالله من الشيطان الشين لا نفخمه لا نقول الشيطان بل نقول الشيطان والطأ مفخم وكلمة الرجيم مع مد حركتين او اربعة وست للمد العرض للسكون اذا نمر مباشرة لشرح القواعد كما عودتكم ونقرأ قراءة نادية وفي الاخير اقرأ لكم قراءة مرتلة اذا انتبعوا معي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف اذا انتبعوا لحرف الذال واذا ولا نقول واذا واذا طل طل لاحظوا الطأ مفخم واللام بعدها وكذلك مفخم يمكنكم مشاهد درس احكام اللام يعني ما تنفخ من اللام وما تنرققها ومن بين القواعد ان تكون اللام مفتوحة وقبلها حرف الطأ مفتوح اذا واذا طل وانا نقول طل طلقتم مع قلقلة القافونة قلقلة صغرى طلقتم النساء هنا النون بغنة كاملة وامدد ست حركتنا للمد المشبع المتصل وقلنا المد يفخم او يرقق بحسب يعني الحرف الذي جاء قبله يعني يتبعوا المد في التفخم والترقيق للحرف الذي جاء قبله هنا قبل هذا المد لدينا حرف السين حرف السين من الحرف مرققة اذا هذا المد لا نقول النساء بل نقول النساء هكذا والهمزة تخرج من الحلق اذا فبلغنا اجالهن نطق الجيم بالشدة لا نقول اجالهن بل اجالهن والنون بغنة كاملة فامسكوهن كذلك هنا النون بغنة كاملة بمعروف تفخيم الراء ولدينا التنوين هنا وبعده هنا او كلمة او تبدأ بهمزة لكن تلك الهمزة حدفت بقيت حركة فقط لدينا هنا النقل شرحت النقل عدة مرات سأعيد لبأس قلنا ستنتقل حركة الهمزة الى الساكني قبله وسيتم حدف الهمزة اذا مع بقى حركة الهمزة من طبيعة الحال اذا تلك السكون ما هو تلك النون الزائدة التي تلفظ ولا تكتب اذا قلنا بمعروفن تسمعنا نون زائدة ساكنة تلك النون ستصبح مفتوحة لماذا؟ لان الهمزة هنا كانت حركتها هي الفتحة ستنتقل الى تلك النون الساكنة ستصبح بمعروفن بمعروفن لا نقول بمعروفن بل بمعروفن ونمر مباشرة الى الواو بمعروفنو بمعروفن هو هكذا بمعروفنو سرحوهن بمعروف هنا سر سرحوهن الراء نرققها لانها مكسورة سرحوهن مع النون بغنة كاملة بمعروف الراء مفخم ومد حركتها واربعة وست للمد العرضي للسكون بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا هنا لدينا النون بغنة كاملة وهنا الراءات مفخمة بالرغم انها سبقت بكسراء لكن هنا لدينا راءات مكررة يمكنكم مشاهد درس احكام الراء متى تفخم الراء ومتى ترقق ولدينا تنوين اذا وبعده حرف اللام من حرف ادغام بغير غنة يعني الادغام الكامل نقول ضرارا لتعتدوا هكذا ضرارا لتعتدوا كما تلاحظوا اللام فوقه الشدة ضرارا لتعتدوا هكذا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ومن يفعل هنا النون سيكون بدأ حرف الياء من حرف الادغام بغنة ومن يفعل وقلنا 50% للغنة و50% للياء لا تتغى الغنة على الياء ولا تتغى الياء على الغنة إذن نقول ومن يفعل هكذا قلنا تبالي حرف الزل ومن يفعل ذلك فقد ظلم لاحظوا هذا الزل لا ينطق هنا لماذا؟ لأن لدينا ادغام المتقاربين وقلنا الحرفان المتقاربين هما الحرفان المتقاربين في المخرج وكذلك الصفات يمكنكم مشاهدة الدرس يعني ادغام المتقاربين والمتمثلين والمتجانسين إذن نقول فقظ فق ظ من القاف إلى الظال فقظ ظلم وتفخيم اللام هنا كذلك لأنه مفتوح وقبله حرف الظال فقظ ظلم نفسه ولا نفخيم الميم هنا ولا تتخذ آيات الله هزؤ هنا اتباه لحرف الزال ومد ست حركات للمد المشبع المنفصل ولدينا هنا همز المبدود يعني مد البدل نمد حركتان اربعة او ست وَلَا تَتَّخِذُوا آيات الله هزُؤ وهنا ترقيق حرف اللام لأنه سبق بكسراء وهنا نقف بحركتان للمد العوض وانتبع لحرف الزال هنا وَأَذْكُرُوا عَلَيْكُمْ وَمَا وهنا مد ست حركات للمد المشبع المنفصل وقلنا هذا المد هنا نرقق لماذا لأن قبلها حرف الميم وهو مرقق والغنى تتبع في التفخيم والترقيق للحرف الذي جاء بعدها مثلا هنا هذه النور نخفيها أنزل ونرقق تلك الغنى أن ولا نقول أن لماذا لأن بدأ حرف الزال وهو مرقق نقول وما أنزل عليكم من الكتاب عليكم مين هنا كانت ميم ساكنة بدأ حرف ليس بالميم ولا بحرف يعني إظهار شفاوي هنا ميم ساكنة بدأ حرف الميم كما تلاحظون ميم هنا مشدد يعني إدغام شفاوي وهو كذلك من أحكام الميم ساكنة نقول عليكم مين هكذا ولا نقول عليكم مين بل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به تبعي حرف الزال يعظكم به مع هنا لدينا الإخفاء الشفاوي رأينا الآن ثلاث حالات لأحكام الميم الساكنة هنا الإظهار الشفاوي وهنا الإدغام الشفاوي وهنا الإخفاء الشفاوي تكون ميم ساكنة وبعدها حرف الباء لاحظتم يعني ميم ساكنة في آخر الكلمة وحرف الباء في بداية الكلمة التي تليها نقول يعظكم به إذا إذا تبدأ بحرف الأخفاء الشفاوي وهو من أحكام ميم الساكنة وإذا تبدأ بحرف الميم يعني إدغام الشفاوي وهو من أحكام ميم وإذا كانت كلمة تنتهي بميم ساكينة وبعدها حرف ليس بحرف الميم ولا بحرف الباء يعني إظهار شفاوي هذا شرحته في درس أحكام ميم الساكينة إذن ذكرت به بإيجاز إذن لنكمل واتقوا الله إنها انتباه لا مفخم ونقف على لفظ الجلالة بالمد وذلك تعظيم للخلق سبحانه وتعالى قلت هذا مرارا وتكرارا هنا ننتبه للتاء لا نقول واتقوا بل نقول واتقوا هنا ننتقه تاء وليس تاء واتقوا الله إذا وصلنا لا نمدد هنا لا نقول واتقوا الله واعلموا بل نقول واتقوا الله واعلموا وإذا وقفت نقول واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم هنا وعلامو تبه العين يخرج من الحرق وعلامو لا نقول وعلامو واللام نرققه ونمدد ست حركات هنا للمد المشبع المنفصل والنون هنا بغنة كاملة واللام في لفجلال نفخمه وهنا لدينا مد اللين المهموز نمدد أربع أو ست حركات وليس لدينا القصر ولدينا تنوين بالكسر وبعدها حرف العين من الحروف الإظهار نظهر إذن تلك النون في التنوين ونمدد هنا حركة أو أربعة أو ست للمدد عرض للسكون إذن أقول وَأْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ هكذا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْلَهُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَجَلَهُنَّ ننطقه بشدة قلنا من الحرف الشديدة والنون بغنة كاملة أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْ تَرَاضَوْ اتباه الرأى مفخم نتبعوا كذلك لحرف التاء لا نقول إذا تَرَاضَوْ لا ننطقه كالتاء بل تاء إذا تَرَاضَوْ بينَهُمْ بالمعروف كذلك هنا شرحت لكم الإخفاء الشفوي لذين هنا بينهم تنتهي بميم ساكنة وبعدها كلمة بالمعروف تبدأ بحرف الباء إذن إخفاء الشفاوي من إحكام ميم ساكنة بينهم بالمعروف تبع للعين يخرج من الحلق والرأى مفخم ومد حركة أربعة وستة المد العرض للسكون ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر تبع للذال ذلك يوعظ ولا نقول يوعظ يوعظ تبع للذال الذال والذال في نطقهما فالأغلب ينطق الظاد مثل الظاد لأنه فالنطق سهل وينطق الذال مثل الدال فالنطق لأنه سهل وهذا يغير المعنى فكما قلت لكم إذا قلنا أعوذ فليست هي أعود فالمعنى يتغير مثلا أعود بالله من أعود بالله من الشيطان الرجيم هذا الدال هنا أصبح المعنى يعني غير صحيح يعني لأن أعوذ هي أحتمي وأحترس لكن أعود فتعني أعود مثلا إلى الوراء وقلت أعود مثلا المريضة يعني أزور المريضة يعني المعنى يتغير لذلك ننتبه للذال وللذال به هنا مد حركتين لمد صغراء به من كان نخفي النون وغنة الإخفاء نرقيق لأن بعدها حرف الكاف مرقق من كان منكم إخفاء هذه النون وغنة الإخفاء نرقيقها أن بعدها حرف الكاف مرقق وتنتهي كلمة منكم بعدها حرف لي يعني إظهار شفاوي منكم يؤمنوا بالله ترقيق الله لأنه سبقا بكسرة بالله واليوم لآخر لدينا هنا مد البدل ونمدد حركتين أو أربع أو ست واليوم لآخر مع ترقيق الراء هنا لأنه سبقا بكسرة لاصقة به من نفس كلمة ذلكم أزكى لكم وأطهر هنا مد حركت لمد صلة ميم الجمع والكاف هنا لاحظ هذه النقطة تحتها الدائرة السوداء تشير إلا أن هناك إمالة صغراء وتسمى إمالة بين بين ويسمى كذلك التقليل ثلاثة تسميات لشيء واحد نقول أزكى ولا نقول أزكى هنا الإمالة أن تنحوا بالفتحة نحو الكسرة وبالآلف نحو ألي أزكى لكم وأطهر هنا لكم و يعني إظهار شفاوي كذلك هنا لكم وأطهر طعن وقلقه وقلقه صغراء والراء نقف عليه هنا بالتفخيم إذن والله تفخيم اللام هنا لأنه سبقا بفتحة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إخفاء النون هنا وغنط إخفاء نرققها أنا بعدها حرف التأمور لدينا هنا إظهار شفاوي لاحظوا تنتهي بميم ساكنة وبعدها حرف ليس بالبأ ولا بالميم إظهار شفاوي وأنتم لا تعلمون ما عمد هنا حركة أو أربعة وستة المدارد للسكون إذن أتوقف عند هذه الآية وأرتل لكم ما شرحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكينكم وأتهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وقد نال إعجابكم أطلب منكم مشاركته مع الجميع ليستفيد الكل وتبقى لك صدقة جارية من طبيعة الحال ألقاكم في الحصة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته